السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب صفر رابع احنا المرة الماضي اخدنا عن درس المحيط وحكينا ان المحيط هو عبارة عن اطوال الاضلع حكينا ان محيط اي اشي هو عبارة حواف تاعته ممكن ان ننقص محيط اي اشي واي شكل بان نجمع الحواف تاعته درس اليوم رح يعطيني قانونين لشكلين معينين محيط المربع ومحيط المستطيل درس اليوم بخصص لي شكلين محيط المربع ومحيط المستطيل قبل لما نبلش نحكي عن المحيط خلينا نحكي عن المربع شوي المربع الرابع هو عبارة عن شكل رباعي اطوال اضلاع ومتساوية يعني هذا الضلع يساوي هذا الضلع يساوي هذا الضلع يساوي هذا الضلع زاويته قائمة زوايا قائمة جميع زوايا قائمة إذن هو شكل رباعي أطوال أضلاع متساوية يعني إذا أعطاك مربع وحكا لك أنه هاي طوله عشرة سنتيمتر هاد كم عشرة تحت عشرة هاد عشرة طيب المستطيل هو عبارة عن شكل بيكون فيه ضلعين طوال ضلعين صغار هو شكل رباعي بيكون فيه ضلعين طوال ضلعين صغار هاد بسميه الطول وهاد بسميه العرض دائما الضلعين المقابلات بيكونوا متساويات يعني هاد بيكون يساوي هاد يعني هاد إذا كان عشرة هاد إذا كان عشرة اللي تحت بيكون عشرة هاد إذا كان اثنين هاد بيكون اثنين طيب درسنا اليوم بيحكي عن محيط الشكل للمربع وللمستطيل إذا جيت حكيت لكم احسبوا لي محيط هاد حسب الدرس الماضي تحكوا لي مس أبرار انت حكيت لنا إنه مجموع الحواف يعني العشرة هاي زائد العشرة هاي زائد العشرة هاي زائد العشرة هاي يعني عشرة زائد عشرة زائد عشرة زائد عشرة عشرة وعشرة عشرين وعشرة تلاتين وعشرة اربعين إذن يساوي 40 سنتيمتر صح؟ نفس الإشي نفس ما حكيت لكم محيط المربع مجموع الأضلع يعني الضلع زائد الضلع زائد الضلع بدي إياكم تحفظوا هدول القوانين لما أحكي لكم محيط مربع أطول تكتب هذا القانون القانون عليه علامة والجواب علامة حسن أنت بدل ما ضلك بس بالمربع تجمع ضلع زائد الضلع زائد الضلع أربع مرات بما أنه هاد متساوي هاد متساوي هاد متساوي هاد متساوي فأنا شو بعمل؟ بعمل جمع متكرر أربعة مجموعة تكرارات ضرب الإشي اللي تكرر شو الإشي اللي تكرر؟ الضلع إذن أربعة ضرب الضلع شو هو محيط المربع؟ احفظ لي هاي أربعة ضرب الضلع شو محيط المربع؟ أربعة ضرب الضلع بنفع هاي بس هاي يعني بديك تحفظ لي هاي طب خلينا نطبق هذا القانون على هذا المربع إذا جيت أطلب منك قانون محيط هذا المربع تحله على قانون الضلع ضرب اربعة. باجي بكتب. بحكي انه محيط المربع يساوي اربعة ضرب الضلع لازم تكتب القانون القانون عليه علامة والحل عليه علامة بنزل الاربعة ضرب مكان كلمة الضلع بحط الرقم. شو الرقم? عشرة الجواب رح يطلع الصفر تطلع بره واحد اربعة اربعين سانتي متر الوحدة سانتي متر طيب. اذا بدل ما اني اتغلب بالجميع بكتب اربعة ضرب الضلع وان ما شفت مربع طلب قانون تعمل اربعة ضرب الضلع طيب. محيط المستطيل محيط المستطيل نفس المبدأ رح نحكي طول ضرب عرض طول زائد العرض زائد طول زائد العرض هاي. طبعا ما بتفرق اذا كتب طول زائد طول زائد العرض زائد العرض بكتب طول زائد الطول انا كاتب اصلا الطول انا كاتب اصلا ان الطول زائد العرض زائد الطول زائد العرض طيب بامكاني اني ابستو اطلع بصيغة صغيرة زي هاي شوي شوي اذا كتبت هيك مش مشكلة لكن بامكاني ان انا اصغره كيف يعني يعني بدل ما انا كاتب كلمة الطول مرتين بكتب اتنين ضرب الطول زائد ما بنسى الزائد هاي هاي زي الايد اللي بتربطه مع بعض اتنين ضرب الطول زائد اتنين ضرب العرض ممكن احل على هذا القانون كمان اما هاد او هاد بس انا اللي بدي ايكم تلتزموا فيه هاد هاد اسهل واحد بدل ما اكتب اتنين هون واتنين هون باخد اتنين برا مع الضرب وبحط قوس العرض زائد الطول يعني بشيل هاي اللي اتنين وبطلعهم برا بتطردها برا القوس بصير اتنين ضرب الطول زائد العرض بدي ايكم تحفظوا هاد القانون رح نحل عليه خلينا نشوف مع بعض تمارين ومسائل بدي ايكم تكتبوا على الكتاب هون انه محيط الشكل مجموع عضلاعه محيط المربع عشان تتذكروا بالحل محيط المربع اربع ضرب الضلع محيط المستطيل اتنين ضرب الطول زائد العرض عشان شو ما طلب منكم بالدرس تكونوا جاهزين نفس الاشي بالامتحان اكتبوا القوانين عشان تحلوا معطيني السؤال الاول اجد محيط كل شكل من الاشكال التالية رح نوجده بالطريقة القديمة والطريقة الجديدة الطريقة القديمة كنا نجمع الضلع حض زائد الضلع زائد الضلع زائد الضلع اذا عدينا المربعات اللي على الحفاف واحد اتنين ثلاث اربعة اربعة زائد واحد زائد اربعة زائد واحد اربعة زائد واحد خمسة زائد اربعة تسعة زائد واحد عشرة طيب اذا جيت انا وحليت على القانون محيط المستطيل هذا الشكل هون معي مستطيل تقريبا كلهم مستطيلات بما انهم مش متساوية الاضلاع مستطيل يعني اربعة واثنين متساويات لأ مستطيل تلات واربعة مش متساوي ذا المستطيل واحد واربعة مش متساوي ذا المستطيل رح نحلهم كلهم عقانون مستطيل محيط المستطيل اثنين ضرب الطول زائد العرض بحط لاثنين بعوض تحت كلمة الطول الطول تحت كلمة العرض طبعا انا لاني من الشمال رح عاوضها هيك يعني أربعة زائد واحد بدل كلمة الطول بنحط أربعة بدل كلمة العظ بنحط واحد بنمشي أولويات شو حكينا الأولويات جو الأقواس بعدها الضرب يعني اثنين ضرب خمسة يساوي عشرة نفس الجواب بلا لا نفسه هون عشرة هون عشرة إذن المحيط يساوي عشر وحدات طول طيب نيجي للمربع الجنبي ما بدنا نحل على الجمع بدنا نحل على القانون بعدها نجمعهم ونشوف بحكي لي أنه المستطيل يساوي اثنين ضرب الطول زائد العرض يلا اثنين ضرب الطول كم؟ ثلاث زائد العرض أربعة هاي طول والعرض ثلاث وأربعة خلينا مع بعض اثنين بتطلع برة وهاي الضرب بتطلع معاها اللي جوه القوس ثلاث زائد أربعة سبعة ثلاث ضرب سبعة أربعة هاي الجواب خلينا نجمعهم نتأكد ثلاث وأربعة سبعة وثلاث عشرة وأربعة أربعة عشر نفس الجواب إذن الأسهل أن نحل على القانون لما يطلب منك محيط مستطيل بتحل على القانون طيب الشكل اللي بعدي معطيني شكل خلينا نحله على القانون بعدين هنجمعهم ونشوف حلنا صح أو لا بحكي اتنين ضرب الطول زائد العرض الطول كم أربعة العرض اتنين اتنين ضرب الطول زائد العرض اتنين زائد أربعة بجمع اللي جوا بعدين بضرب اتنين زائد أربعة ستة اتنين ضرب ستة اتناش خلينا نتأكد اربعة زائد اتنين ستة زائد أربعة عشرة زائد اتنين اتناش إذن حلي صحيح طيب أنا يرابع هنا نجاوبهم بس بدي أخلي لكم هذا السؤال واجب هذا السؤال طالب منك تطلع محيط المستطيل هذا والمستطيل هذا والمستطيل هذا والمستطيل هذا بتطلعوا حسب القانون زي ما أنا كاتب شايفين على قانون المستطيل وشو بتعمل تكتب كل واحد تحته هاي 14 24 24 18 بعدين دك ترتبهم تصاعدي بعد ما تطلع محيط كل واحد منهم محيط الاولى والثاني والثالثة والربعة طبعا ما بنسى اكتب هون سانتيمتر 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 بعد ما انك تطلع محيط كل واحدة منهم تكتبها تحتيها الف با جيم دال وبترتب اليوم تصاعدي من الصغير للكبير لا تغشوا نيجي مع بعض على تحدي ثلاث تحدي ثلاث نحكيلي انه عندي مستطيلين بدي معطيني انه الطول يساوي مثل العرض مستطيلين معطيني عرض الاول وعرض الثاني اه عرض الاول وعرض الثاني طالب مني اني اطلعهم بالملي متر ملي متر يعني طالب مني اطلع المحيط بالملي متر طول بالملي متر العرض بالملي متر نفس الاشي هون شو بدي اعمل انا عندي شكل شكل مستطيل عند العرض وحكيلي بالسؤال انه طول الشكل مثل عرضه شو يعني طول الشكل مثل عرضه يعني الطول انه الطول يساوي اثنين ضرب العرض يعني عشان انا اوجد الطول بضرب اثنين ضرب العرض عندي الاولى العرض تاعها 25 لكن بالسانتي متر بحولها لملي متر بعدين بطلع الطول تطلع 250 ملي متر ليش؟ لانه 25 ضرب عشرة سانتي متر لملي متر نازل نضرب بعشرة بدأ اروح من سانتي متر لملي متر نضرب بعشرة بدأصير 250 طيب الطول حكينا انه الطول هو اثنين ضرب العرض يعني بدي أجيب العرض وأضرب بـ 2 يعني 2 ضرب 250 اللي طلعت معي 2 ضرب 250 500 هاي جهزت الطول تاعي الأولى الثانية معطيني إنه الطول 128 مليمتر 128 مليمتر تمام أنا بدي أطلع حسا العرض يعني هون ما في داعي أحول معطيني إياه من أولها مليمتر بدي أروح للعرض بدي أطلع الطول والطول يساوي 2 ضرب العرض 2 ضرب العرض كم العرض 128 2 ضرب 128 تطلع 256 مليمتر بما إنه جهز عند العرض وجهز عند الطول صار عند العرض موجود والطول موجود العرض موجود والطول موجود بقدر أوجد المحيط للمستطيل بتذكر إنه محيط المستطيل يساوي الطول 2 بالطول زاد العرض محيط المستطيل 2 بالطول زاد العرض رابع ان يحفظوا القوانين لاحفظوا القوانين لا تعرفوا على المحيط ولا المساحة مع بعض اثنين ضرب طول كام 500 زائد العرض 250 اثنين ضرب الطول زائد العرض اثنين ضرب مننزلها زي ما هي منحل جوه القوس اولويات اثنين ضائد 500 زائد 250 750 بعدها بضرب اثنين ضرب 750 50 ضرب اثنين صفر 5 ضرب اثنين عشر وباليد واحد 7 ضرب اثنين اربعة عشر 15 ملي متر بطلع بطلع المحيط طيب محيط المستطيل الثاني اثنين ضرب الطول زائد العرض اثنين ضرب طول زائد العرض هاي الطول زائد العرض يلا نجمعهم مع بعض رح يطلع معاي انا مشي مكملة خلينا نجمع مع بعض 6 زائد 8 14 و 1 باليد 8 5 زائد 2 7 و 1 8 6 زائد 1 7 خلينا هاي سنضربها بـ 2 4 بـ 2 8 8 بـ 2 16 7 بـ 2 14 1 رح تطلع معاي 15500 و 6 86 ملي متر طيب تعالوا لي معاي على السؤال البعدي السؤال البعدي حكا لي انه يراد وضع سياج حول قطعة ارض انا عندي قطعة ارض بده احط سياج على جنب زي هيك شايفين انا هذا البهمني سياج يعني محيط هذا المحيط فالصاحب قطعة الارد بده يروح يشتري سياج للقطعة فحكا له صاحب المحل انه المتر بـ 8 دانيل طب هو كيف ده يعرف كم متر لازم لازم يحسب محيطها عشان احسب المحيط بجمع كل الاضلاء مع بعض هاي الـ 12 زائد الثمانية انا عندي هون مربع اذا هاي تمانية وهاي تمانية زائد الثمانية زائد الثمانية زائد مستطيل 13 13 هاي رح تطلع 13 اذا 12 زائد ثمانية زائد ثمانية زائد ثمانية زائد ثمانية زائد 20 زائد 13 خلاص هون بواقف بجمع هم بطلع معاي محيط القطعة بطلع معاي طول السياج كامل عشان اعرف انا كم بدي ادفع المحيط المحيط بطلع بطلع 656 خلاص بطلع خلاص ثمان سياج 656 دينار اتمنى يا رابع انكم تحفظوا قوانين المحيط وتعرفوا تحلوا عليهم ما اعطنيش بدلس ولا اي ولا اي مثال مربع رح ابعتلكم انا على الواتساب ان شاء الله في امان الله بشوفكم بحصاص الجاية